نادية محمد العطار أحد مرضاية مرضاية شخصية يعني وقالت لي فيه ناس كتير جدا معنداش فكرة عن الصفائح الدموية وأمراض الصفائح الدموية فأنا يا نادية حجاوب هذا السؤال طبعا يعني معلومات الطبية البسيطة جدا بتنفع جدا 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 الدم فيه ثلاث حاجات الدم عبارة عن كوباية مية حاطت فيها سبحة كوباية مية فيها سبحة السبحة دي مكونة من حصوات حمرة حصوات بيضة ورماضي الحمرة هي كرة الدم الحمرة البيضة كرة الدم البيضة والرماضي هي صفائح الدموية سائل الدم ما هو إلا سائل في ثلاث أنواع خلايا الخلايا الأولى الخلايا الدم الحمرة اللي هي بنقس بها يا إما عددا يا إما محتواها محتواها هيموجلوبين اللي هي بتاعت الأنيمية لو الهموجلوبين واطي بأنيمية ده كرات الدم الحمرة وكرة الدم البيضة اللي هي المأسؤولة عن المناعة اللي هي الطبيعي بتاعها من 4000 إلى 11000 إن زادت يبقى فيه مشكلة وإن قلت بقى فيه مشكلة والصفائح الدموية اللي هنتكلم عليه الصفائح الدموية مسؤولة عن التجلط يا نادي الصفائح الدموية مسؤولة عن التجلط يعني اللي عنده نقص في الصفائح الدموية أبقى أنا خايف عليه من إيه ينزف ينزف الصفائح الدموية طبعا كونها تعلى عن الطبيعي ندرة وندرة جدا 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 لكن اللي منتشرة جدا إنها تنزل عن الطبيعي تنزل عن الطبيعي بقى عايزة تعرفي بتعمل إيه خليكي معايا بعض الفاصل بقى كنت بجاوب ناديا محمد العطار عن الصفائح الدموية وقبل الفاصل قلنا إن الدم موفيد ثلاثة أنواع خلايا مكونات الدم سائل في ثلاثة أنواع خلايا خلايا الحمرة مسؤولة عن نقل الأكسوجين ولما تنقص يب عندي أنيميا الخلايا البيضة مسؤولة عن المناعة والرقم بتاعها من 4000 إلى 11000 والصفائح الدموية ربنا يوم خلقنا ألا يعلم سبحانه وتعالى إن إحنا نتعور واحد بيحلق الصبح بيتعور واحد الباب أفل على إيده باب العربية واحد خبط التاني بسكينة ربنا عارف كده كويس جدا فعمل حسابه سبحانك الله إنك لما تتعور ما تموتش ربنا عمل حسابه أما تتعور ما تموتش كيف بتلت حاجات بتلت حاجات دلوقتي يعني إيه أنا بنزف يعني إيه كل جسمي أوعية دموية كلها أوعية دموية ما فيش حتة ما فيش أوعية دموية رجلي إيدي جماغي كله أوعية دموية هي اللي جايبة الأكسوجين طب فيه خالية مش عايزة أكسوجين كات ماتت فالأوعية دموية ماشية في الجسم كله فأنا عملت كده قطعت الأوعية دموية هو ده النزيف هو ده المشكلة إنه واحدة تعور إن أنا قطعت اللوعية دمو وعية دمو عبارة عن مصورة أنا فتحتها بسكينة بأي حاجة بدبوس مهم إنه وعية دمو اللي هو مصورة ده اتفتح طب الوعية دموية ده عبارة عن إيه؟ عضلة ده عضلة كله عبارة عن عضلة والله والله وأنا باتكلم اللي بقول سبحان الله يبقى غلطان سبحان الله أقل وعاء دموي اللي هو لا يرأ بالعين مجرد عضلة فلما فتحه ثم العضلة تنقبض تنقبض يعني الدم ما ينزلش أول حاجة تحصل انقباض في الأوعية الدموية الرفيعة جدا اللي هي شعيرات أو الأكبر شوية تنقبض لما ينقبض أدي عضلة هي تنقبض منعت الدم على الحتة المفتوحة الدم يبتدي قل شوية ليه على بال ما الصفائح تيجي مكان الجرح بالزبط مكان الفتحة الصفائح تيجي تروح قفلة الصفائح من 250 ل450 ألف صفيحة في إيه في الملي المكعب الصفائح دموي من 250 ل450 ألف في الملي المكعب كأن إنذار حصل وكأن جيش رايح جيش رايح لمكان الجرح يتجمع في الصفائح الدموية وتروح قفلة الجرح سبحانك الله مين اللي نده له مين اللي قال لها ان هنا في جرح يالله تعالى وجاري هنا مادة بتطلع من النسيج المقطوع تقول لي يا صفائح الحقيني تعالي تيجي توقف هنا وتسد الفتحة كويس يبقى الطريقة الأولى قفلت اللي عادة دموه طب ليه الصفائح عمل كده لأن اللي عادة لو قفل مش حيفضل كتير قفل حيفضل قفل دقايق ويفك تاني والصفائح دموه حتيجي تقفل ما تقدرش تستمر ضعيفة ممكن ينزف كل اللي بيحصل ليه لحد لما الجلطة تحصل تجلط الدم تجلط الدم سمعته عليه بس سمعته عليه في إنسان تأزى منه يعني يقولك حصلي جلطة في رجلي حنبقى نتكلم عليه جلطة في الشريان التاجي حنتكلم عليه جلطة في المخ حنتكلم عليه لكن دي جلطة مفيدة اللي تقطع ده يحصل فيه جلطة زي السفنجة كده تيجي تسدل معا طب إيه اللي حصل في الأول والتاني الجلطة بتاخد وقت الجلطة بتاخد وقت بتاخد 3-4 دا عشان تتكون فعلى بال الثلاثة الربعة دي دي عشان ما موتش السوعاء الدم ويقفل هدي أول خطوة الصفائح تتلم بمادة بتطلع الجرح عملها المادة دي تعالوا لحقوا هنا كل دا قيمة ما الجلطة تتعمل طب الجلطة إيه دي دي مواد دي موجودة في الدم ده يشغل ده وده يشغل ده وده يشغل ده 12 مرة نقول الكلمة دي 12 مرة أول ما يحصل جرح رقم واحد يشغل اتنين واثنين يشغل ثلاثة وتلاثة يشغل اربعة واربعة يشغل خمسة وهكذا عشان كده احنا بتسميها ايه في الطب شلال الشلال يبتدي يشتغل ينتهي بمادة اسمها فيبرين الفايبرين ده يسد الجرح تماما اللي هي الجلطة لما يتسد الجرح خلاص قولي سبحان الله بعد ما الجلطة تكونت طب بعدين ممكن تأذيني بقى يجي فيها بكتيريا وتتهدم تتهدم يطلع لها انزيمات تهدمها وكأن شيئا لم يكن يبقى اللي تعور محمي بنيل من الله بايه بثلاث حاجات انقباض لوعاء الدموي تجمع الصفائح الدموي في المنطقة دي ثم تكوين الجرح طيب واحد عنده مرض الصفائح مش موجود يبقى الخطوة رقم اتنين مش هتتم مش هتتم يبقى عرضة ان هو ينزف لو تعور ده اللي بنخاف عليه طب هل ممكن ينزف من غير ما يتعور يس نعم نعم ممكن يحصل نزيف داخل الجمجمة نزيف في البريتون نزيف في الغشاء اللي مغلف للرقة نزيف في البصاق نزيف في الهض في البراز اي حتة تنزف لكن المميز اوي انه لما يتعور يفضل يخر مدة طويلة اكتر من اي واحد طيب تشخصها سهل جدا جدا ديني عين الدم يا معمل قولي الصفاء احكام 40 ألف شخص 40 ألف تشخص الطبيعي من 250 ألف ل450 ألف في الملي المكعب هارفين ملي مكعب يعني مفيش فيه نص مليون تقريبا يا معمل قولي الصفاء احكام قالي دول 40 ألف 60 ألف 10 ألف تشخيص تشخيص العمل هل التشخيص انتهى على كده اطلاقا لماذا لان عندنا انواع من نقص الصفائح قد يكون نقص الصفائح نتيجة عيب في المصنع عيب في المصنع ايه هو المصنع نخاع العض لازم اقرأ نخاع العض بناخد منه عينة بنسحب منه عينة نخاع العض اما من القص العضمة دي او من الحود عضمة الحود يعني هي رزلة شوية وابرة وبتاع بس لازم لازم عشان اعرف ايه اللي وارد الصفائح دي طب ما جايز حاجة تانية حاجة تانية يبقى ايزا عندنا نقص الصفائح نوعين كبار جدا نوع اولي 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 ملوش سبب ومفيش مشاكل ومفيش معها حاجة تانية وده بيخف تماما بالكورتزون والاستقصال اللي حطوها بالكورتزون والاستقصال اللي حطوها ده النوع الاولي ده ما يهمنيش اوي ده سهل اللي يخوفني النوع الثانوي في مشكلة نقصت الصفائح تلايف نخاع العضب تلايف نخاع العضب ممكن ينقص بس التشخيص لا يمكن اقدر انطأ كلمة في الصفائح الا ما قدامي نخاع عضب ده نادية محمد العطار قد بتسأل عليه فكرة بسيطة عن صفائح الدم صفائح الدم معجزة من معجزات ربنا والله العصير معجزة حتة البتوع دول بيخلوا الانسان يعيش مين فينا مش عرضة للتعور مين هتقولي واحد ده انت وانت بتحلق الصبح ممكن تتعور انت بتحلق ده انك الصبح ممكن تتعور مش انت يا نادية طبعا انت ما بتحلقش ده بس لو واحد بيحلق ممكن يتعور تبقى مشكلة عنده لو عندوش صفائح هنا بقى